مرحبا مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج بالثلاثة ضيف حلقة هذا اليوم معالي وزير الخارجية العراقية السيد فؤاد حسين سيد فؤاد حسين معالي الوزير مرحبا بك مرحبتين أهلا بكم أهلا وسهلا بك معالي الوزير إذن بداية السؤال حضرتك ولادة خانقين عام 1949 في محافظة ديالة كيف كانت نشأتك والبدايات؟ طبعا نشأ في عائلة محافظة محافظة بمفهوم عائلة دينية تربية دينية بالإضافة إلى التربية المجتمعية والتربية كانت على أساس أنه أن تكون صادقا أن تساعد الناس أن تتحمل المشاكل أن تفكر بالحل هذه في مراحل مختلفة لكن أنا أشوف أنه هذه المشاكل هذه العناصر في التربية أنه أن تشارك الآخرين أن تساعد الآخرين أن تتضامن مع الآخرين أن تقول الحق أن لا تكذب أن تتضامن هذه التربية هي إصارة أساسية لطفل في مجتمع تعددي المجتمع كان مجتمع تعددي دينيا وقوميا دينيا لأديان مختلفة ومذاهب مختلفة في مدينة خانقينان ذاك وقوميا القومية الأساسية في المدينة هي الكردية لكن كان هناك تركمان وعرب وأيضا بعض الفرس لأن في طفلتي الحدود ما كان كانت مفتوحة تقريبا كان هناك إيرانيين يأتون من الطرف الآخر من الحدود صباحا إلى خانقين أما يعملون أو يبيعون بعض الأشياء ويعودون مساء بالإضافة إلى هذا خانقين كانت الممر للسياحة الأجانب وإحنا أطفال كنا نرى الأوروبيين طبعا بملابسهم الغريبة بأشكالهم الغريبة يأتون أما من إيران إلى بغداد أو من بغداد إلى إيران وأما ينزلون في الفنادق أو المقاهي أو المطاعم أو يتجولون في الأسواق هذه الظاهرة كانت موجودة على طول طوال السنة لأن السواح الأجانب كانوا على طول هناك حركة بين إيران وهذه كانت أيضا جزءا من الثقافة المجتمعية العنصر الآخر اللي كان موجود في خانقين كان يكون مصافي للنفط وخانقين أساسا كانت مدينة نفطية كان شركة نفط يعني البريطانيين كانوا موجودون أساسا فالبريطانيين تركوا بعض العادات في المدينة مثل التأثير على اللغة بعض الكلمات الإنجليزية لعب الطوبة كان أهل خانقين وشباب خانقين متميزين في مسائل الرياضة والطوبة كانوا من شركة نفط خانقين ففي هذا الجو كان ولاتي وتربيتي بالإضافة إلى المدارس طبعا المدارس كلها كانت في زمني كلها باللغة العربية وكان هناك حسينية وكنيسة ومسجد الكنيسة في نفس المنطقة في محلتنا كانت أما الحسينيات ومساجد كان في محلات أخرى لكن الكنيسة كانت في نفسها إذن كان متعدد الأديان متعدد المذاهب متعدد القوميات فأنا تربيت في مجتمع تعددي وهذا خلق نوع من فهم الآخر فهم أيضا تسامحي لكن أيضا ساعدني بمسألة اللغات لو أردنا أن نتحدث عن أبرز المحطات في حياة السيد فؤاد حسين هناك محطات عديدة لأنني وصلت إلى 74 محطات السياسية محطات الحياتية محطات من البداية أبرز المحطات تترك العائلة تذهب إلى الجامعة في بغداد وأنا 17-18 يعني دخلت 18 وأنا كان جامعة بغداد محتمل كان هناك كليات و جامعة بصرة و موصلة لكن الأساس كان جامعة بغداد هذه المحطة المحطة الأخرى دخول المعترك السياسي في الجامعة طبعا في طفولتي شفت الاضطهاد الذي يقع على الآخرين الاضطهاد الذي يقع على الآخرين الفلاحين الكرد شدت أرى القوض على السياسيين خاصة خانقين كانت مدينة شيعية كردية يعني التيار اليساري كان تيار قوي في خانقين و التيار الكردي متبثلا بالبارتيا تيار قوي فكان هناك نسمع هذا تم القاءة قبلها هذا في السجن الأخ في السجن الشخص طلع من السجن فمثلة أنه اضطهاد الآخر و كطفل تسأل ليش يقول ان كان شيعي ليش ان كان بارتي بمحتمل ما كنا نفهم لكن شنو ليش واحد يتم اللقاءة قبلها لأني عنده بفكر فالاضطهاد اللي كنت أشوفه صار إحساس يمي كنت أتمنى أنه بالعجل أكبر حتى واجه هذا للسجن وصلت للجامعة فكنت أدور على مخرج للنضال للعمل ففي الجامعة تواصلت و هي طلاب و النتيجة طبعا ككردي تواصلت مع طلب الكرد فصرنا جزء منه هذه محطة المحطة التالية اللي أثر عليها هو الانتماء إلى البيشمرق و الذهاب إلى الجبل شاب متخرج من كلية مدرس بعدين تفرغت الحزب تترك كل هاي تترك كل شيء في حياتك و مستقبلك و لا تعرف أن المستقبل شيء شيء لديك لكن عندك أمل أنه تغير الأمور تصعد للجبل وصير كشمرك طبعا هذا لكن اللي أثر عليها كل شيء أثر عليها هو نيار الحركة المسلحة في مارتش في آذار 1975 غير متر حياتي أنا راح للجبل حتى أنا أعظم أنه نرجع أنه نغير الوضع حتى يكون هناك حرية ديمقراطية حقوق للعراقيين للكرد للكرد لأن شعرنا كان ديمقراطية للعراق صرت في دمرة نحن صرنا خارج الحدود واللاجئين ماذا تعمل العودة كانت صعبة بالنسبة لنا إذن النجوء من محطة إلى محطة فمحطة أوروبا صارت في منحط ومحطة أوروبا توصل إلى أوروبا أنت تشعر في مرحلة معينة محتوى أن تشعر بقيادي صحيح جنة الشباب لكن مرحلة متقدمة في سواء مجتمعيا أو سياسيا توصل إلى أوروبا تصير طفل ترجع إلى الطفولة مفهوم الطفولة شنو؟ تتعلم لغة جديدة بالحسن تتعلم أسماء تتعلم وجوه تتعلم أسماء كوش يعني الإنسان الذي يفرض عليه أن يترك بلده يرجع إلى حالة الطفولة في الحياة الإجتماعية والنفسية العالم لا يعرفوك أنت تشعر أنت تقود أو جزء من وهي الناس عندك رفاق عندك أصدقاء عندك عائلة صرت في مجتمع ولا واحد يعرفوك لازم تتعرف الطفل يتجول يتعلم لغة جديدة يتعرف على وجوه يتعرف على أسماء يتعرف على أشخاص مرحلة النمو ثانية طبعا المرحلة الأخرى طبعا مرحلة الزواج تكوين العائلة يعني أنا كنت في حالة الصراع مع النفس أنه أهيئ نفسي ثقافيا وسياسيا وأرجع للجبل أرجع أصير كيش مر لكن أو أنت في أوروبا وأنا في أوروبا ولكن أرجع بشرط أنه أهيئ نفسي سياسيا وثقافيا شدت أم أنه نحن خسرنا الكفاح المسلح نتيجة أنه ضعف في السياسة وليس ضعف في الشجعة السياسة ما هي لازم تتعلم لازم تدرس بدأت من بدأت بالدراسة وهذه طبعا بدأت تصير أنه جزء من المجتمع فمن تصير جزء من المجتمع بالنتيجة تبني العائلة فبدأين بنين العائلة هذه هم محطة مهم المحطة الأخرى التي أثر عليها جدا هو أثناء استعمال السلاح الكيميائي حلبتش 8 أثواني هذا 8 أثواني أنا على طول محتمل في مرحلة معينة تجدنا مجموعة صغيرة من الشباب ونتصدى للسياسة ومعارضة في أوروبا في البداية تجدنا مجموعة صغيرة مجموعات هنا ثلاثة فيها دولة أخرى ثلاثة أربعة يعني المعارضة تطورت من خلال الزمن بالبداية لا يوجد بداية أنا أتحدث عن أواصط السبعينات تواجه المعارضة وتبني نفسك حتى تكون أيضا في المعارضة لكن كل تفكيرك بالوطن كل تفكيرك أنت بالغربة لكن يتعيش بالوطن ومرات ما تحس يعني أنتم ما موجود هنا فتعرف أنه تقريبا نص مليون من أهلك لاجئين في إيران زين شون يعيشون وتعرف أنه في الداخل أكو الثهات في مرحلة معينة انقطع العلاقة مع العائلة لخمسة سبع سنوات لأن التواصل مع عائلة معنات مراقبته معنات ضغط عليها يعني العقوبات ما كانت أنه عقوبة الشخص يعني هسا أنا مذنب سياسيا لكن العائلة شالية لهذا الحال كان أنه انقطع عن العائلة انقطع عن العائلة كان مشكلة كشاب ومجاي شنو ذنب تنقطع عن عائلتك تنقطع عن وطنك تنقطع عن أفكارك وتنقطع عن السياسي فهذه الحركات بدين المعارضة هم من ناحية نفسية هم من ناحية سياسية لأنه نحن على حق لكن ما كان سهل لأن حتى في أوروبا حتى في أوروبا الأجهزة كانت تابعنا سواء محاولة القتل أو هذا أو شو ما كانت سهلة فهذه المحطات اللي مرينا بيها وصلنا إلى 88 وأنا كنت على طول متفاعل لأن الإنسان المناظر لازم يكون متفاعل وإلا ليش صحيح مجامية قليلة وشوية وشوية صحيح ومجامية أكثر لكن في 88 من تم استعمال الكيميائي والسكوت العالمي على استعمال الكيميائي وهذا إعلام العالمي كلها تنقل على أبتك صارت فعل لكن عاطفي لكن مو موقف سياسي لا في الشرق ولا الغرب في 88 وصلت إلى حالة أنه زين أنت على حق أنت تتمن في مبادئ تريد توصل إلى هذه المبادئ لكن ولا واحد وإياك عسل الناحية السياسية مو ناحية الإيدولوجية هما مو وإياك لكن الناحية الإنسانية هذا وإن صار استعمال الكيميائي في الحرب العالمية الأولى إما كان هذه الإعلام موجود لك ناسا تشوف تتبعينك إذا هذا مكانه أظهر أذكر صار مظاهرات في لاهاي والأخوة اختاروني أنه أدخل الخارجية نتحدث هو وزير خارجية أنا ذلك بعدين صار سكرتير ناطو هو نفس الوزير قال أنا كل شيء متأثر شفت الصور الفيديو على شاشة التلفزيون قالت متأثر أشكرك لكن متأثر شو تسوي قال لازم نحقق به طبعا تطلع تمتأثر أنه العالم شنو تحقيق ما كانوا يأيد النفط كان سيد الساحة وحقوق الإنسان في 91 من النظام دخل كويت كل هذه الأعلام وهذه المنظمات بدأوا يدورون علينا تعالوا وحكوا عن حلبش حلبش صارت قضية بعد 91 وفي 88 لأن الدول أصبح ضد النظام ففي 88 شعرت بخيبة أمل ومحتمل متشاء وفكرت وفكرت العودة ما يصر بعد خلاص أما محتمل في عمر معين رؤم أن أسلم نفسي وخلي يعدموني على الأقل أموت هناك لكن عودة من أجل التغيير هذا ما كبعات لأن لا أحد شوه ولا واحد كيميائي الحكومة استعملت كيميائي ولا واحد لكن مع 91 بدأت أمل العودة وتغيرت فهذه المحطات كلها محطات وفي نتيجة 2003 رجعنا إلى بغداد وتحملنا المسؤوليات وقعدين في أماكن فيما يخص 2003 أو بعد 2003 ما دفع معالي الوزير فؤاد حسين أن يعمل في المجال التربوي وهو الحاصل على شهادة العلوم السياسية تصور من جامعة بغداد ليشماز لا لا أعلى السياسية في أوروبا في أوروبا لكن أنا خريج بغداد تربيا أنا كنت مدرس أنا كنت مدرس وأساسا تربوي وفي أوروبا حتى من استخرجت من درسة السياسة كنت مدة طويلة درس عشر سنوات حوالي في أوروبا فالمهم صار أنه مجال التربية بالنسبة لي مهم أنا إنسان تربوي حتى الإدارة يسويها عن طريق التربية المشكلة عندنا مو فقط بالنظام السياسي المشكلة التي عندنا بالنظام التروي وثقافي لحد الآن لحد اليوم لحد الآن إذا تهيئ الطفل بالشكل آخر يكون النتيجة شكل آخر حتى شون تدير الشجرة وشون يا شجرة تخلي وشون تدير الثمرة تكون هيجي النظام التربوي في العراق كان حلق في نظام وحادي وعسكرة تارية التربية يعني كان عندنا أولا أدلجة التربية ثاني أدلجة التربية وثقافة أيضا مو فقط التربية يعني بصورة عامة وعسكرة التربية هي هذا خطر هذا ما يؤدي إلى نتائج جيدة يعني بالنتيجة الطفل من يكبر يفهم طريق واحد وفكر واحد هو عقل أو فكر عسكري مركزي إذا كنا نحتاج إلى تربية أخرى تربية تأكد على أولا مو أدلجة التربية أدلجة التربية تؤدي إلى فكر حادي إلى التربية على أساس إنساني التربية على أساس مفاهيم حقوق الإنسان التربية على أساس التسامع التربية على أساس التزام بالقيم والعادات التي تخدم المجتمع والإنسان فلهذا نحن من رجعنا بدنا أولا بالمناهج والمناهج شيء عجيب كان بي في كل كتاب افتدائي و ثانوي حتى الرياضيات أو حساب كان بي هالشيء ايدولوجي مثلا في الحساب الذي أذكر أنه هلقت يعني الكلمات ناسية لكن هلقت أشخاص مناظلين أو قادر من قادرسية صداء شاركوا و قتل و هركة من فرصة المجهوسة النتيجة شيء عجيب الطفل إذا يقرأ هذا بالحساب طبعا في التاريخ و القضايا الأدبية كانت متروسة إذن إخراج التربية من العنف إخراج التربية من الأيدولوجيا كان المهام الأولى بالنسبة معالك دعونا بإطار التربية و من بعض الخبرة كيف ترى النظام أو الأداء التربوي التعليمي بالنسبة للأطفال والأجيال العراقية وهل أشرت هناك أدلجة في المواد الدراسية نعود إلى من حيث الخبرة والتمرس التربوي الذي حضرتك الأدلجة في بعض المدارس صارت تعددية الآن ليس منهج واحد مختلف لكن بعض الأشخاص بعض الاتجاهات تستعمل لا زال أدلجة التربية باتجاه معين باتجاه عقيدة معينة باتجاه مذهب معين باتجاه دين معين هذا التربية ممكن أنه في خارج المدرسة تربية الوالدين هذا شكوا بها لكن داخل المدرسة يجب أن يكون المناهج متضاكاملة و متواحدة و على أساس شيء أولا قضايا المعرفية أنت الطفل يجب أن يعرف يفهم يتعلم التعليم لكن إلى جانب التعليم أنت تحتاج التربية التعليم أنت تطيئ أنه واحد زائد واحد هل قد لكن التربية أوسع من التعليم أنه شون تستعمل هذه النظرية الفلانية في خدمة المجتمع أو شون تستعمل هذه النظرية الفلانية في خدمة العلم أو شون تستعمل النظرية الفلانية توسعها المدارس مختلفة الآن وبالنتيجة النتائج مختلفة عندنا طبعا قطعها الخاصة الآن ما كان موجود قطعها الخاصة قطعها الخاصة عندها إيجابيات وعندها السربيات وحتى في مستوى جامعات قطعها الإنتاج صار كثرة في الإنتاج كثرة في الإنتاج وكثرة في الشهادات هذا خطر سيد فؤال حسين وزيرا للتربية نرى سيد فؤال حسين وزيرا للتربية لا أنا في موقع التقاود لكن أنا أرى كثرة في الشهادات جزء من السبب إلى علاقة من الحالة المعيشية يعني هو موظف ما صار دكتوراه هو موظف ما حصل على الجين ما حصلت نين ما درست مسألة إذن هناك جامعات ليس بمستوى لكن تحصل على اللقب اللقب صار مهم واللقب بالنتيجة تأثر على المستوى المعاشي فهذا أدى إلى خلق مشكلة خلق مشكلة في مستوى التحليم والتربية نعم نعود إلى البدايات وإلى السيرة الذاتية للسيد فؤاد حسين إذن حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية في اللغة الإنجليزية نعم عام 1971 أنا كنت عربيتي ما أدري إذن في اللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك شهدت أخرى كالعلوم السياسية والعلاقات الدولية لماذا هذا الانتقال من اللغات إلى السياسة طبعا مسألة اللغات كان العلاقة بالوضع التخرج وتذهب إلى أي كلية وتنقبل في أي كلية وآن ذلك كانت تربية مهمة كان يكون تعيين الكليات الأخرى ما كانت تعيين يعني خريجين كليات في قبلي يعني 65 أو 64 قبلي كانوا كلهم قاعدين ما عدا كليتين كان يكون فرصة لهم يتعينون كلية الطب وكلية التربية كلية التربية في الواقع من تنت تدخل الكلية طبعا القبول مركزي تدخل الكليا لكما تكفى لها أربعمائة دينارة واحد يتكفى لك أنه من تتخرج تشتغل كمدرس يعني إنت ضامن أنه تلقي شوال يعني العمل عمل كان صعب بينما جامعات محتمل كان جامعة الوحيدة بغداد مثل ما قلت كان هناك كليات أو بعض الفروع في البصرة بعدين موصلت لكن مع هذا عمل ما كان موجود يعني أنا ذكر من تنت في الثانوية في منطقتنا في خانقين كانوا أربعة أو خمس خريجين كليات كليات عداب وكليات العلوم وكان لهم ثلاثة سنوات أربعة سنوات خمس سنوات قاعدين ما كانوا عمل إذن أحد الأسباب هو العلاقة بالعمل لكن السبب الآخر علاقة بالدرجة والقبول المركزي لكن أنا كنت سياسي صرت سياسي صرت سياسي مو اختارت السياسة كهوة اختارت السياسة كضرورة وأنا طفل أشوف الظلم وأنا طفل أشوف الظلم على الآخرين وأنا طفل أشوف الفقر وأنا طفل أشوف الاثهات إنما هذا والتربية في البيت أنه تحارب توقف تكون متضامن هذه الحالة التضامنية النفسية التضامنية والفكر التضامني لازم أخليها في إطار فبديت بالسياسة أنا كنت سياسي وأنا طالب في الكلية ما لا علاقة بالدراسة كنت سياسي ومن وصلنا إلى اتفاق في 1970 يعني الحركة الكردية أنا ذاك وحزب لبعض العرب الاشتراكي فصار العمل السياسي علىنا بعد تعيني تفرغت الحزب في بغداد يعني أنا درست سنة وعدين تفرغت للحزب في بغداد وبعدين من صار الخلاف بين القيادة الكردية وحكومة حزب البعث في 1974 أتحقنا به يعني مسألة الدراسة كان شيء ومسألة السياسة إلى علاقة بهذا الحز هذا الفكر إيمن تخرج مثل ما أقل إيمن وصلت إلى أوروبا شعرت أنه إحنا محتمل جدا فكر إحنا شجعان يعني مو خسرنا القتال لأنه إحنا مو شجعان خسرنا القتال لضعف السياسي أول شيء سويت رح قلت أريد أدر السياسة أذكر إيكتشاني قابلني قال ليش قلت أريد أتعلم طبعا إيكتشاني في خيالي أنه أتعلم سياسة وارجع للجبل هي هي صار وشنو أضافت الدراسة الأكاديمية في تخصص العلوم السياسية لشخص السيد فؤاد حسين تأثير نعم أنا شفت كنت هم ممارس هم أتعلم نظريا يعني هاي الممارسة اللي من أنا شاق يعني في مقتبل العمر أمارس السياسة وأتعلم النظريات السياسية بعدين الحلاقات الدولية فأفهم السياسة بدأت أفهم السياسة بشكل آخر طبعا السياسة ليس فقط النظريات السياسية التي تعلمناها كيف تتفاوض كيف تقود الجلسات العلاقات الدولية السراعات الدولية مصالح الدولية تاريخ الدول القوة الناعمة القوة الخشنة الدول كيف تتشكلت و تحاول أنه تطبق هذه النظريات و هذا الفهم و هذا التفاعل مع المجتمعات الأخرى و السياسات الأخرى تحاول أنه تدرس به تستخدمها كمنظار حتى تدرس وضعك السياسي هل صحيح نحن حمل السداع هل كفاح المسلح صحيح هل المعارضة صحيحة تطرح هذه الأسئلة عن نفسك هل المعارضة لأجل الفكر أو معارضة لتحرير الإنسان هذه الأسئلة كنا نطرح طبعا النظريات المختلفة بدينا أن نتعامل معها النظرية اليسارية و نوماركسية و إشتراكية و تروتوسكية و ماوية و بعدين النظرية الليبلالية و رأس مالية بدينا أن نفهم هذه الأشياء هذه النظرية و الثقافة أيضا الثقافة التي تعيش بها الإنسان بالنتيجة ابن الثقافة الثقافة في مراحل مختلفة من تحيش بي بصير ثروة يعني بصير لك ثروة اللغات أيضا فأنا أرى أنه السياسة إنسان من يتعلمها و يربطها بالواقع يقدر يخدم بالنسبة لي تعلمت شون أختم أكثر شون أكون في خدمة المبادئ العامة المبادئ اللي صالحة للمجتمع المبادئ اللي تخدم الإنسان المبادئ اللي ما تقبل الظلم المبادئ اللي فيها حالة تضامنية مع الفقراء المبادئ اللي بها حالة تعاون مع الفئات المتهدة على طول شد أشعر أنا مع المتهدين في أي مكان طب مع اللي اللي هما فقراء يعني هذا الحس يجع معاي من الطفولة لكن من ناحية التربية السياسية والدراسة السياسية يتقود طب الممارسة السياسية العملية شيء وتعزيز الجانب الثقافي شيء آخر معالي الوزير عبر الدراسة الأكاديمية ليس كذلك؟ صحيح هو الثقافة لا يمكن أن يكون إذا إنسان يريد يطلع ويعيش في هذا المجتمع العالم المعقد أنه يعتمد على ثقافة أحادية لازم يوسعه فقه حتى يفهمل أيضا المجتمع لأنه إذا فهم المجتمع وما يتعم يعتمد فقط على الثقافة السياسية الثقافة المجتمعية الشيء اللي اتعلمت أنه ثقافات المجتمعية يعني هناك مجتمعات تختلف ثقافاتها عن الآخر يعني كمجتمع وهذه الثقافة كمجتمع تأثر على سلوكية الإنسان على فكر الإنسان على تصرف الإنسان فليهذا أنا أقول إنسان ابن ثقافة أيضا معدى ابن الوالدين إذن فهم الثقافة ثقافة المجتمعات مهمة لفهم السياسة مع الوزير سنتحدث عن مجلس الحكم بعد أن نذهب لفاصل قصير ثم نعود لإكمال ما لدينا من ملفات حديث مشاهدين الأكارم فاصل قصير ثم نعود إليكم ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الأكارم نعود وإياكم إلى ضيف حلقة هذا اليوم برنامج بالثلاثة وزير الخارجية العراقية سيد فؤاد حسين مرة ثانية سيد فؤاد حسين مع الوزير مرحبا بك مرحبا بك اتقلنا لملف مجلس الحكم مع جنابك المحترم مجلس الحكم في حينها كان مثار للجدل بينما يقول أن هذا المجلس هو محاولة لانتزاع السلطة من الأمريكان وبين من يقول أن مجلس الحكم الذي كنت عضوا فيه عضمناو عضمناو فيه ليس محاولة لانتزاع السلطة من الأمريكان إنما الأمريكان يحاولون أن يمررون أهدافهم أو أجنداتهم عن طريق مجلس الحكم ما هو حقيقة هذا الموضوع تفضل مع المسلم هو إذا إذا تسمح لي أن نعود فترة معينة إلى قبل مجلس الحكم بعد التغيير وجنرال جارنر صار المسؤول العسكري على العراق جنرال جارنر لحد الأهب ماقي جنرال جارنر اجتماع مع القادة العراقية وطلب تشكيل حكومة عراقية طلب تشكيل حكومة عراقية والفرصة كانت أنه خلال شهر أو شهرين يتم تشكيل الحكومة العراقية خش لكن القوى المعارضة قوى المعارضة جاءت إلى الحكومة ما وصلوا إلى اتفاق بينهم فما وصلوا إلى اتفاق بينهم تم مسألة كيفية وجود الجيش الأمريكي على الأرواق العراقية ناحية القانونية إلهمها وصار حاملة خاصة في فرنسا ما هو مفهوم الجيش يعني قانونيا ما هو فرجعوا إلى مجلس الأمن وأعلنوا أنهم قوة احتلال انصار قوة احتلال يعني كل كل المسأل كان بيت الجانب الأمريكي وبريمان رجع مجلس الحكم كان فترة بعد قبل كان سي بي اي والعراقيين كانوا يشرفون على الوزارات وابح والوزارات الأساسية خاصة النفط النفط كان بيت الأمريكان هم يشرفون كان عندهم عراقيين لكن هم يشرفون فمجلس الحكم كان مرحلة انتقالية بتصوره مرحلة انتقالية لكي أنه العراقيين هم يهيئون الوضع الى ادارة الدولة وبمساعدة الأمريكان لكن القرار الاساسي كان بيت الجانب الأمريكي لكن حتى في فترة مجلس الحكم في مجلس الحكم هذا هجيك لأن القادة العراقيين الاساسيين كلهم كانوا موجودين وبعض الإضافات يعني مجلس حكم الذي أذكره كان 25 شخص من كل الأطيال فالثقل الموجود في مجلس الحكم كان أساسي وذول يمثلون المجتمع العراقي فالقرارات اللي كانت تأخذ صحيح كان يصير وبريمر كان يحضر مرة اجتماعات من مجلس الحكم فكان بالتشاهر لأن أدوات التنفيذ كان بيد الأمريكان الأداة العسكري والأمن بيد الأمريكان أداة المال بيد الأمريكان أنت تقدر تقرر لكن أداة بيد الأمريكان فبالنتجة الأمريكان كانوا مسيطرين مسيطرين على الأدوات حتى لو أنت تقرر القرار يحتاج إلى أدوات لتنفيذها الأدوات كانت مع الأمريكان لكن مجلس الحكوم كان مجلس كمرحلة انتقالية ومن تشكلت حكومة الحكومة الأولى بعد حكومة أخ أياد علاوي مرحلة انتقلت الحكم إلى الجانب العراقي ولكن القوة العسكرية الأمريكية كانت لا زالت موجودة كيف كسياسي جنابك كيف تقيم الدور الأمريكي في تلك الفترة خصوصا بدايات ما بعد 2003 هذه السنوات الدور الأمريكي كان للبناء أو للتفليش كما يقول البعض هو الحرب تفليش يعني جنابك ذكرت أنه بعد التغيير لكن أنا أرجع إلى مرحلة التغيير مرحلة تغيير كان مرحلة قتال حرب صحيح المرحلة حرب تدمير ما ما أي حرب يعني تدمير لكن عراق كان مدمر يعني تم تدمير المدمر لأن عراق كان مدمر خلي نكون واقعي كانت هناك حالة مجاعة في العراق من بسبب الحصار الأقصالي وبسبب الحروب كانت هناك حالات فائسة البنى التحتية كانت مدمرة لأن قبل 2003 كانت أيضا هناك حروب يعني 91 كان هناك حروب من 88 إلى 88 حروب بين العراق وإيران قبل قبل ذلك كان قتال داخلي موجود يعني ضد الكورد ضد بعض القوى الشيعية المعارضة الكيميائية استعمل في 88 واستعمال السلاح الكيميائي كان في 1988 يعني قبل هذا إذن هذه كلها أدت إلى تدمير البنى التحتية البنى التحتية ليس فقط البنى التحتية الاقتصادية البنى التحتية الثقافية العداد والتقاليد الدمر الحرب يخلق حالة جديدة في العداد والتقاليد الحرب يأدي بالإنسان أنه كل الوسائل تستعمل من أجل البقاء كل الوسائل معناها القيم والحرف والتقاليد لا تبقى لأن التدريد تبقى كإنسان وهذا تبقى على أكثر إذن الوضع الاقتصادي كان مدمر النفط لم يكن يصدر وتم تصدير النفط على أساس النفط مقابل الهداء في 95 والمال العراقي لم يكن بيد السيادة العراقية كانت مفقودة تماماً السيادة العراقية كانت مفقودة بسبب القرارات الدولية لا سيادة على الاقتصاد العراقي لا سيادة على النفط العراقي لا سيادة على المال العراقي لا سيادة على الجغرافية العراقية لا سيادة على السماء العراقي والمفاتيشين كانوا يفتشون كل البيوت التي يردوها أي بيت حتى مقرات الرئاسة إذن لا سيادة لا اقتصاد لا مال لا وعجلة تامة عن العالم هذه الفترة ما بدأ في العالم الخارجي بدأ مرحلة الانترنت والعولمة تصور أنه مرحلة العولمة وانترنت وهذه حول الثقافات والتواصل العالمي يعني مقارنة تغيير اللي صار من أواصل الثمانينات إلى بداية قرن 21 في مختلف دول العالم هذه الفترة إذن قارنها محتمل بقرن أو قرنين من الزمن في التغييرات الثقافية نرى هذه العشرين سنة صارت تغييرات أسرع من قرنين قرنين من الزمن والعراق كان مهزول عنها لأن بعد التغيير العراقين شافوا التلفون أو قنوات التلفزيون الأخرى ستلايت ستلايت كل شيء عراق كان مهزول دبلوماسيا اقتصاديا ماليا سياسيا إعلاميا ثقافيا عن العالم لهذا أثر على المجتمع لهذا أقول أنه بعد التغيير صار تدمير والحرب بدأت للتدمير صحيح بعدين ممكن بناء لكن أساسا يدمر الحرب يدمر الإنسان يدمر الثقاف يدمر الإقتصاد لكن التدمير كان موجود أيضا فإذا صار مضاعفات يعني بعد التغيير هذه المضاعفات ما تفعل هذا البلد مدمر من كل النوع كيف تبني والجيش لا يمكن يبني المشكلة أن الجيش الأمريكي أولا جيش إدار الدولة يعني قبل التغيير الأمريكان كانوا يخططون أنهم مدنيين يدورون دولة لكن ما حدث الجيش الأمريكي بدأ يدير الدولة العراقية أولا جيش غريب عن هذا البلد عن ثقافة البلد عن اقتصاد البلد عن كل شيء الثاني الجيش ليس مؤهل لبناء اللي هم كانوا يقولون نيشن بللي أو بناء الديمقراطية الجيش ما يبدأ الديمقراطية الجيش هي منظمة مركزية أي جيش في العالم إذن صارت تناخذات وبعدين هم راحوا بعد شهر أو شهرين من وجودهم راحوا إلى مجلس الأمان صار قوة احتلال بقوة احتلال بها مفاهيم أخرى قوة احتلال مقابلها يصير مقاومة وبالنتيجة صارت السرعات وبالنتيجة بدأت طيب نتحدث عن المحاصصة إذا ما تحدثنا عن بدايات المحاصصة مجلس الحكم متهم بأنه السبب الرئيسي لتكريس المحاصصة في العراق هل فعلا بدأت المحاصصة مع تشكيل هذا المجلس هو مفهوم المحاصص إذا تتحدث عن حالة اتلافية محاصصة هل مجلس الحكم كان مجلس اتلافي جواب نعم إذن مجلس اتلافي بين من كان بين المكونات وبين الأحزاب المختلفة الأحزاب المنتمية للمكونات بالنتيجة السؤال ليس مؤسل ومحاصص إحنا هذه المفاهيم لازم ناقش هذه الحكومة ليس حكومة اتلافية مجلس هل الحزب الذي يشارك في الحكومة من يقدم مرشحي يقدم مرشحي على أساس الحزبي أو المكونات أو الخلفية الايدولوجية من يلتقي مع الآخر هذا اتلافي لكن هذا حصة إذا حصة معنات محاصصة المشكلة بالإدارة المشكلة ليس بالقيادة إذا مجلس الحكوم مثل القيادة الشكوبي لكن إذا السلك الوظيفي تتحول إلى السلك بهذا المفهوم محاصصة هنا يصبح المشكلة لأن بالنتيجة تحتاج لإدارة الدولة أي وزارة أي هيئة أي شركة تحتاج إلى مهنيين يعني يعرف الشغل إذا تجلب واحد على أساس الولاء أو المحاصصة هنا هنا المشكلة المشكلة ليس بالقيادات ليس في مجلس راقم لكن سؤال المطرح هل المجتمع العراقي مجتمع مكوناتي أم لا كثير من المجتمعات مجتمع مكوناتي المجتمعات أما التأدير المجتمع بلون واحد وتفرض على الآخرين الانسجام وذوبان ذوبان ثقافي ذوبان المذهبي أو ذوبان العيدوروجي مثل صار أو تقول يا بأ إنت مثل ما أتفكر خليه إنت تكون لكن يكون عندها برنامج مشترك الدستور يعبر عن هذا هذا الدستور دستور تعددي والدستور يعبر عن المجتمع التعددي والمجتمع المكوناتي بعض الناس يقولون هذا ليش إحنا كلنا مواطنين لكن هل وصلنا إلى دولة المواطنة الجواب لا هل نقدر نوصل إلى دولة المواطنة الجواب نعم كيف نصل هنا سؤال نحن بعدنا ليس في دولة المواطنة دولة المواطنة ممكن تدين بعض الدول الأوروبية الديمقراطية للناس يفخرون أنه دولة ديمقراطية كانت دولة المكونات لحد هولندا كانت دولة المكونات إلى حد الثمانينات يعني موت بالتاريخ القديم يعني كان مكون بروتستانتي مكون كاثوليكي ومكون علمانيا العامدا المعروفة في المشتفة والأحزاب كانت تعبر عنها المشكلة سموه بالمكونات اللي بعض الناس يسموه محاصن المشكلة كيفية إدارة هذه المسألة والمشكلة أنه كيفية التعامل مع الحالة إدارة المكونات إذا كانت إدارة سلمية تضامنية ديمقراطية حسب الواجبات والحقوق ما يكون مشكلة إذن إحنا ما نقدر نعبر بالكلمات عن والله هذه محاصصة محاصصة كلمة خطأة مفهوم خطأ وأنا ناقشة على طول لأن المحاصصة موجودة إذا محاصصة مقابل محاصصة نقول الإتلاف يعني نفس الشيء لكن المحاصصة في الإدارات الدنيا المحاصصة في المؤسسات هنا المشكلة تحتاج لها موظفين وموظفين مهنيين لكن نجيب هذا على أساس انتماء المذهبي أو القومي وهو ما يعرف الشغل يجيب لكن القيادات لازم تكون قيادات سياسية الوزارة لازم تكون زيادة أصلا خطأ كان خطأ هذا المفهوم الذي طرحناه في مدة معينة أنه نجيب تكنقرات للوزارة كوزراء وزراء شنو تكرر وزراء نحتاج قيادين أنا إذا تكنقرات قيادة شي سوي خليفة لكن لا يقدر يقرر هذا لا يفيد القيادة يقرر القيادة يقوت لكن يقدر أنه يكون عنده مستشار المسائل المهنية لكن ليس للوزارة كلها ستكون على أساس المحاصص فإذا لدينا مفاهيم خطأ في الواقعة مفاهيم لا تنسي منه لكن في المستقبل البعيد إذا الديمقراطية اتطورت إذا اتجذرت إذا القوانين اتغيرت نحن نقدر نوصل إلى دولة المواطنة لكن بشرط أنه انهي القوانين القوانين الانتخابات الحالية اللي عندنا كلها تأدي إلى المناطقية كلها تأدي إلى المكوناتية كلها تأدي إلى المذاهبية لأن هذا القانون اللي عندنا كلها على أساس المنطقة إذا كان هناك قانون وطني للانتخابات يعني الساحة العراقية كلها دائرة وحدة هذا ممكن أنه تأدي إلى ولادة حزب وطني ولادة حزب وطني معنات من كل ولادة حزب وطني قوي يقدر يقول لكن هذه القوانين للانتخابات اللي عندنا ما عدا بالبداية كان عندنا الانتخابات على أساس حلقة الدائرة الوطنية تغير لظروف هم عندها أسباب أنا أفهم ليش تغير وتشند بي أنا يعني تعب لكن مفهوم المواطنة وصول إلى دولة نحتاج أيضا تغيير بعض القوانين وخاصة قانون الانتخابات طيب معاني الوزير هناك من يرى أن المؤسسين العملية السياسية بعد عام 2003 وضعوا أسسا غير صحيحة ربما منها ما تطرقت إليه قبل قليل تعزيز مفهوم دولة المواطنة هل كانت هناك أسس صغير صحيحة بالأساس لا أنا أنا تدري لازم تأخذ الحالة في زمنها ومكانها يعني أنت تقيم وضع هس بعد عشرين سنة هذا شيء تاريخي تقول هل صار هل صار لكن ما تقدر تقول لازم هل صار ما ممكن صار ماضي الظروف اللي في تغيير أولا تغيير جاء على يد الخارجين الصحيح أنه كان أكو أحساب كردية والشيعية والليبرالية والشيعية ويسارية وحزب الإسلام العراقي هذول معارضين لكن من نتيجة تغيير تغيير جذري صار على يد الآخرين الأمريكان وحلفاء وتغيير صار بصورة عسكرية يعني ما صار في البلمان يصوتون يغيرون الحكومة ومن صار التغيير اللي يجي ياخذ زمام المرمون وكان المعارضة يعني المعارضة والمعارضة كانت أصلا نتيجة ظروف المعارضة يعني معارضة كردية ومعارضة الشعية ومعارضة معدل الحزب الشعي كان كان حزب على مستوى العراق الحزب الإسلامي كان على مستوى سني هذا واقع المعارضة الشعية كان على مستوى معارضة الشعية والكرد على مستوى قومي إذن الأساسا هذول صاروا جزء من الحكومة ويديرون الحكومة إذن البداية كانت تعبر عن الواقع لا يوجد أما هذول أو الحكم العسكر أو الأمريكان يجتمرون وهذا لم يكن صحيح الواقع الآن يحتم قيام دولة مواطنة أكثر من أي وقت مضى على اختلاف الأزمن التي استعرضنا ذكرت دولة مواطنة ممكن التربية تحديث حول دولة المواطنة لكن بدون خلق أدوات للوصول إلى دولة المواطنة تحديث إلى المكونات لكن بالنتيجة دستور دستور حديث إلى علاقة بمثلا ناحية الاقتصادية اقتصاد السوق اقتصاد السوق و بناء القطاع الخاص تأدي إلى دولة المواطنة لأن تجارة واقتصاد ما على علاقة بمسائل المكونات لكن لحد الآن القطاع الخاص ضعيف و ضعيف جدا لحد الآن لحد الآن الدولة تعتمد على الإدارة المركزية للاقتصاد لأن الدولة تعتمد على النفط والنفط إدارة مركزية 88 إلى 90% من إرادات الدولة تأتي من النفط والدولة إدارة مركزية بغداد تدير النفط صحيح أن هناك شركات لكن بنتيجة بغداد تدير النفط كيف نبني الاقتصاد و كيف نبني الاقتصاد التي تعتمد على القطاع الخاص مع القطاع الخاص يأدي إلى هذه الحالات المواطنة المواطنة يجب تخلق أسس إليه أسس ثقافي أسس قانوني وأساس إقتصادي نحن قانونيا مثل ما ذكرت هذه القوانين الانتخابات التي نطرحها كلها تأدي إلى إلى تركيز الحالة المكوناتية أو كلش كلش حالة مناطقية لكن المناطقية بالنتيجة مكوناتية لأن كل مكون عدة جغرافية في الواقع إذن نحتاج إلى أسس أخرى لنصل إلى المواطنة لكن التذخيف بأنه الحل النهائي لازم يكون دولة المواطنة هذا جيد هذا جيد مع حفظ الهوية الفرعية مع حفظ الحقوق يعني هذا وأنا أرى نظام الفدرالي جيد للعراق يأدي إلى حالة المواطنة بعض الناس يفكرون أنه نظام الفدرالي ما يأدي ألمانيا ليس نظام فدرالي هل نقدر نتحدث عن دولة المواطنة في ألمانيا أم لا نقدر هل بلجيكا ما بها دولة ما نعتبر دولة مواطنة هل كندا كنظام فدرالي ما نعتبر دولة مواطنة إذا ما نروح بعيد نجي إلى إمارات ليس دولة المواطنة إذن الفدرالية ما تعارض دولة المواطنة بالعكس أنا أشوف أنه الهوية الفرعية لازم تنمو وتحمي لكن في نفس الوقت تخلق حالة وطنية وبالنتيجة الكل هم مواطنين الكل هم مواطنين في ساحة مشترك وهو ساحة الوطن مع الوزير ذكرت موضوع النوفة وطوى الدولة تستخدم هذه المادة كعمود فقر اقتصادي إلى العراق تولد لدي سؤال عن ملف حدث مؤخرا وهو ملف مهم أفوا كيف تقيم الاتفاق الذي صار مؤخرا ما بين المركز والإقليم فيما يخص استئناف تصدير الإقليم لنفطة كيف ترى أدوات السيد السوداني في حل حلة هذا الملف المعلق منذ فترة طويلة طبعا هذا الحل مؤقت حل الوسطي سيكون ضمن قانون الموازنة وحل الجذري سيكون ضمن قانون النفط والغاز طيب قانون النفط والغاز النقاشات بدأت في حالة نقاش ونتمنى مسودة حسب الاتفاق السياسي الذي لإدارة اعتلاف الدولة والذي صار جزء من برنامج الحكم خلال ستة شهر لازم نقدم مسودة قانون النفط والغاز هذه تحل المشكلة الجذري الحل الآن الذي يطرح هذا حل واقعي كان لا يوجد حل آخر لا يوجد حل آخر الأقليم تصدر 400 أو 400 وكسور برميل يوميا إلى الخارج إلى الجهان في تركيا مع وقف النفط معناته إرادات ما تبقى للأقليم زين إرادات ما تبقى للأقليم الغطاء المالي منين سيأتي لازم نرجع إلى بغداد بغداد وين دعني نقول أنه إذا نفط توقف خلال شهرين القادمين وما عندنا موازنة قانونيا نرجع إلى هذه مسائل قانونية نرجع إلى قانون الموازن اللي 21 يعني 1 على 12 النفاق الفعلي اللي أنفقوه في الشهر الفلاني في هذا الشهر في هذا الشهر الأقليم ما كان يأخذ لأنه كان يصدر النفط كان إرادات معناته يصير مشكلة للأقليم وبالتالي مشكلة للدولة العراقية الموازفين شون يعيشون إذا ما تطيعهم رواتب لا إرادات النفط بسبب واضح غلق النبو ولا هذه المشكلة ثانيا نحن قدمنا الموازنة في الموازنة الأساس عندك أساسيات أساسيات على علاقة بالتصوير النفط تصوير النفط هل قد تصدر البرميل بسعر سبعين خلال الفترة القادمة وهذا تكون الموازنة إذا 400 تختفي من الموازنة بالنتيجة 400 ترجمها لسعر النفط بسبعين كل برميل وخلال سنة معنات الموازنة ستصبح بها مشكلة يعني لازم تعاد دراسة الموازنة في هذه الحالة إذا صارت استمرارية وتغيير الأرقام هذا تأتي نحن أسف شهر الرعب بعد الموازنة في القراءة الأولى صارت ضرحة القراءة الثانية محتمل نهاية أسبوع الجاه بعدين التقارير بعدين استضافة الوزراء محتمل تطول شهر إقرار الموازنة الموافقة على الموازنة تعليمات المالية نشر الموازنة كقانون هذه كلها تطول شهرين معناتها هذه الحالة شون تدفع يعني كان تخلق مشكلة يعني الموازنة إذا ترجع وثانية للنقاش أنا ما نصور راح يصير موازنة شون تقيم الخطوة من الأساس إذن فكان الحاجة تفرض أنه نعبر هذه قضايا الفنية وقضايا القانونية فسيد الرئيس الوزراء فهم هذه المسألة في حديثنا والأخوة الآخرين مع سيد الرئيس وزراء وصلنا إلى نتيجة يابة لازم نعبر هذه المسائل الفنية والجزئيات القانونية لازم نحل المشكلة فانحلت المشكلة بهذا الاتفاق أنه يستمر تصدير النفط طبعا الجانب التركي لازم يتوافق يوافق فنشوف أنه جانب التركي ردفع لشوال يصير تصدير النفط لكن الأسعار التي كانت الشركات تشتري نفط الأقليم ب أرخص لازم يصير سعر السوق فهذا يؤدي إلى زيادة في الواقع زيادة الإرادات زيادة الإرادات الأقليم معناها زيادة الإرادات لموازنة الدولة بالنتيجة هذا به منفع منفع وين وين للطرفين فانحلت مواقة إلى إقرار الموازنة لهذا أقول إقرار الموازنة شيء مهم لحل المشكلة في الفترة القادمة والحل المشكلة النهاية خلال قبول قانون المفط مثل هيتش خطوة ستفتح باب حل حلة ملفات معلقة أخرى ما بين المركز والإقليم بعدما أذهب عفوا لفاصل ثم أعود أعتذر عن مقاطعتك نكمل ما لدينا من ملفات عالقة نتمنى أن تحل ما بين المركز والإقليم مشاهدين الأكار الفاصل ثم نعود إليكم ابقوا معنا جديد أهلا بكم مشاهدين الأكارم أرحب بك مجددا معا للوزير جنا نتحدث قبل الفاصل عن الخطوة الأخيرة أو الاتفاق المؤقت المهم اللي صار بين حكومة المركز والإقليم فيما يخص استعناف تغزر النفط تحدثت عن بعض النقاط المهمة بهذا الملف تولت سؤال آخر لا وهو هذا بوابة لحل حلة ملفات عالقة أخرى كهذا الملف ما بين المركز والإقليم أيضا النقطة المهمة كيف ترى أدوات السيد السوداني في حل حلة هذه الملفات العالقة أنا أرى أدوات السيد السوداني أدوات واضحة واضحة أولا يعتمد على شخصيته شخصيته شخصية واضحة ثانيا يعتمد على الاتفاق الذي صار بين الأحزاب التي شكلت الحكومة وهذا نسميه اتلاف إدارة الدولة إذن هذا الاتفاق موجود ومكتوب وموقع الاتفاق تحول إلى برنامج حكومي وهذا البرنامج الحكومي موجود وطرح على البلمان والبلمان موافق عليه أدوات العمل أو تطبيق هذا الاتفاق أولا اتلاف إدارة الدولة صار مثل المجلس يناقش فيه كل القضايا الاستراتيجية وأساسا نجتمع بالأسبوع مرة كل القادة السياسية نجتمع كقادة السياسية في اتلاف الأرتفال في اتلاف نجتمع والسيد رئيس الوزراء هو عضو في هذا المجلس والسيد الرئيس مجلس النواب هو عضو في هذا المجلس والقادة السياسية أعضاء في هذا المجلس إذن نناقش المسائل الأساسية قبل ما تطرح مرات في أطر أخرى أو إذا أكو مسألة حساسة السيد رئيس الوزراء أو الآخرين يطرحوا في هذا الإطار. إذن أكون أداة للنقاش أداة للمتابعة أداة لوضع الروية على ضوء الاتفاق الذي حدث. الحكومة عندها برنامج. واضح. والبرنامج مرتبط بتوقيتات. يعني ليس برنامج لكن فقط برنامج بدون توقيتات. عندك الأدوات. عندك الهدف أولا. ثانيا عندك البرنامج. ثالثا عندك التوقيتات. ثالثا. رابعا. وهذا مهم. الآن لدينا الأدوات المالية. تبدون مال. إذا حتى ليكون عندك برنامج جيد. وأكثر الحكومات كان عندها برنامج جيد. لكن بالنتيجة ما يمكن طبيقه. إذن السيد السوداني عد هم الجانب المالي. هم أدوات الإدارة. هم أدوات التنفيذ. كلها عدة. فهذا مهم. لهذا نشوف أنه الخطوات تتقدم. وإذا تم التصويت على أعرف أنه أكو مشاكل حول الموازنة أو أراء مختلفة. لكن مع هذا نحتاج موازنة. تم التصويت على الموازنة. معناته نتقدم خطوات مهمة باتجاه بناء الاقتصاد العراقي بشكل آخر. جيد جدا. بالحديث عن الإقليم. دعني أعود مع حضرتك شوية بالزمن. يعني عملت في مجلس وزراء الإقليم. حضرتك. وكذلك رئيس لديوان رئاسة الإقليم. هذا من 2005 إلى 2018 سؤال هنا. كيف كانت هذه التجربة؟ تجربة غنية. أنا طبعا رئيس ديوان رئيس ديوان رئاسة الأقليم. يعني كنت مساعد للرئيس. والرئيس مسعود برزاني. يعني رئيس مسعود برزاني ليس شخص مختاري لإداريا. هو زعيم. بالإضافة إلى أنه رئيس ديوان كنت عضو في مجلس الوزراء. فإذن حلقة الأساسية بين مجلس الوزراء والرئيس مسعود كان يمر من خلال من خلال من خلال رئيس ديوان. ولكن أيضا الرئيس مسعود كان واجهة الأقليم للداخل العراقي. وواجهة الأقليم للخارج. إذن أنا كمسؤول عن إدارة هذه المسائل هذه المسائل كانت كلها تمر صعوديا أو نزوليا كلها تمر من خلالها. فالتجربة غنية كانت سواء في العلاقات الوطنية الداخلية أو العلاقات الكردية طبعا الأحزاب الكردية. وإيضا في العلاقات الدولية. بالإضافة إلى أنه تجربة غنية باعتبار تتابع الوضع الحكومة باعتبار التجزء من حكومة الأقليم. وأيضا علاقات مع بغداد عادة كانت تمر من خلالنا. طيب أيهما أفضل بالنسبة لك العمل في الإقليم أم العمل في السلطة التنفيذية في بغداد. أنا ما أنطلق من أفضل. أنا أنطلق من خدمة. أنا خادم. نتعلم تربيتنا نخدم. في أي موقع نكون نخدم. مفهوم الخدمة موجود. لكن مع مفهوم الخدمة مفهوم الإنتاج لازم يكون. يعني أنت تخدم لكن لازم تخدم وتوصل. عندك أهداف. في الأقليم الأهداف غير شي كان. إلى علاقة بالوضع الذي أنا كنت بي. من صرة وزير المالية كان أهداف غير شي ضمن الحكومة. ومن صرة وزير الخارجية أهداف غير شي وزير المالية في حكومة تحت قيادة شخص آخر الأخ عادل عبد المهدي صرت وزير خارجية تحت قيادة الأخ مصطفى الكاظمي الآن وزير خارجية تحت قيادة الأخ السوداني كل مرحلة وكل حكومة عدى برنامج فأنا لازم أتزم ببرنامج الحكومة إذن مو مسألة الأفضل محتمل إذا شخصيا أخذ كشخص أنه يكون عدى أكثر راحة أكثر مجالا أكثر ولو في كردستان تشنة على طول مشغول أيضا لأن واجب أنه رئيس دي ولكن أنا من عادي وطبعي أنه أقوم بخدمة في أي مجال أكو شي ناقص أو عمل لازم نقوم به نقوم به ليس هناك انحياز لطرف دون آخر لا أنا المنتاخذ المسؤولية انحيازك لهاي المسؤولية الموقع لكن طبعا عدي انتماءات أنا ما أنكر لكن العمل المهني أنا أشوف العمل كالآتي الطبيب يقدر أثناء الانتخابات يختار حزب معين هو يختار حزب الاشتراكي يختار حزب ديني يختار حزب شعي يختار حزب الليبرالي وهو طبيب لكن في المستشفى وفي العيادة هو طبيب الإنسان من يقوم يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية ضمنها إطار وتعليمات وقوانين هذه المسؤولية خارج إطار هذا عدة فكر أنا عدي فكر طبعا لكن أنا شخص سياسي أيضا خارج عدي مسؤولية سياسية لكن هذا خارج يطالب لكن كوزير خارجي أنا وزير خارجية العراق والحمد الله أنا أدعي أنه وصلنا إلى نجاحات في هذا المجال الحمد الله لكن مو شيء شخصي هذا أولا فتق الخارجية ثانيا الحكومة ثالثا تعاون ورابعا محتمل ظروف طيب في هذه الزاوية كي لا نغادرها مع علي الوزير كيف ساهمت المناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية بتقريب وجهات النظر بين المركز والإقليم حضرتك وزير في ثلاث كابلات متوالية واحد أعتقد أنا الوحيد الذي يستمر بالضبط أعتقد الشخص يقدر يلعب دور في مجتمعاتنا لأن المؤسسات ضعيفة أو ما موجودة إلا أشخاص يلعبون دور والشخص الذي يقود المؤسسة حسب شخصيته وحسب فهمه وحسب تجربته يقدر يقودها بشكل ناجح ويقدر لا يقدر يقودها بمرات يخطأ أنا نتيجة التجربة التي عندي وخلفية السياسية وتجربة في كردستان ومعارضة أنا القيادات العراقية كلهم أصدقائي أو واحد يعرف الله فهمي للوضع في كردستان فهم المجتمع فهم الخلفية السياسية فهم التاريخ فهم القيادات السياسية وفهم المجتمع العراقي للمعارضة للحكومة للقيادات السياسية المشاكل الموجودة أعتقد هذا مرات يأثر أنه أكون عامل إيجابي لخلق هذا التواصل بين بين الأقليم وبغداد أو التفكير بالحل يعني أنا على طول من طفوتي تتشوف المشكلة لكن لا أرى المشكلة لتعميق المشكلة وما أؤمن أن المشكلة ممكن تساعد كنت على طول أفكر بالحل لكل مشكلة حال سواء الآن أو بكرة أو بعد بكرة السؤال أنه كيف تتعامل مع هذه المشكلة وما هي أدوات الحل ومن يقوم بأدوات الحل هذه هي التي تدرسها فالحمد الله هذه التجربة التي كان في كردستان وأنا في كردستان أيضا الأخواني يعرفون كانت على طول جزء من الحل يعني في كردستان أيضا مشاكل موجودة أخو وسعها ساعة الأقليم معها فنلقي الحل نلقي الحل لأن بالنتيجة المشكلات ليس مشكلات كبيرة ونحن واجهنا مشكلات أكبر طيب على الوزير ننتقل الحديث عن السياسة الخارجية العراقية كيف يراها وزير الخارجية بدورتين متتاليتين أنا ما أقيم السياسة الخارجية قبل الإسلامي لأن هذا المؤرخين لازم يسوهم لكن مع إسلامي حاولت أحل المجتمع العراقي يعني مرة أخرى أحل لأن أنا على طول في هذا المجتمع حيش معه التناقضات الموجودة في المجتمع أو صراعات الموجودة شفت لين المجتمع العراقي أصبح مجتمع منفتح فالتأثيرات الخارجية كبيرة في المجتمع العراقي والتأثيرات الخارجية حينما تكون تأثيرات متناقبة تأدي إلى تناقضات هنا وبالنتيجة هذا البعد الخارجي يأثر سلبا على الداخل ومرات البعد الداخلي يأثر سلبا على الخارج لأن البعد الداخلي يدعي أبعاد خارجية وخاصة أبعاد أقليمية أذن وخلال دراسة التاريخ وخاصة التاريخ القديم والحاضر يعني تاريخ الحاضر قصدية تاريخ الدولة العراقية الحديث أنه نحن مشاكل من أكثرها تأتي من دول الجيران لكن الحلول أيضا من دول الجيران يعني أنت جغرافيا أساس يعني العلاقات الخارجية إذا ما تدرس الجغرافيا والجغرافيا تعبر إذا ما تعبر الجغرافيا في العلاقات الخارجية أنت تفشل الجغرافيا شوف الحدود الجيران فوق تركيا الجيران بالطرف الآخر إيران والحدود طويلة ما هي إيران توصل إلى سوريا توصل إلى الأردن السعودية الكويت إذن حلقة الأساسية للعلاقات الخارجية تتأكد علي من يوم الأول هو حلقة الأقليم دول الجوار أنه العراق لازم نبني علاقات طبيعية وجيدة مع دول الجوار هذه الحلقة الأساسية لدينا مشاكل مع دول الجوار نحكي بيها لكن بالنتجة لازم ندور حل هو عن طريق الحوار وليس عن طريق الحروب العراق اليومي ميل إلمان العراق إيراني على ذكر دول الجوار العراق سعودي العراق تركي العراق إقليمي بعيد أتحدث مع وزير خارجي العراق عندك الدولة وعندك المجتمع عندك الدولة وعندك الأعزاب أنا أخو واقعي يعني أنا ما أتحدث أنه أكو أحزاب عندهم أطف مع هذه الدولة أكو أحزاب عندهم و أبعد في الدولة الفلانية هذا واقع لكن الدولة قصدي هنا الحكومة وإطار الدولة في كل مسمياتها الجيش و لازم يكون يميلي للعراق أنا أقول لازم هذا مو معنى أنا ما أشوف الإختراقات سواء اختراقات جغرافية أو اختراقات في الدولة لكن أنا فهم ظروف العراق حسا تحدثنا أن السيادة العراقية كانت معدومة من 1991 إلى 2003 ومن 2003 كانت تحت الاحتلال وتحت الاحتلال معدومة بعد الاحتلال بدت الدولة العراقية شوية شوية ترجع السيادة لكن مو سيادة كاملة بعدها نحن نحتاج وبنمناسبة السيادة المطلقة لا موجودة في أي دولة يعني اعتماد المتبادل والجغرافية وتغييرات المناخية لا ممكن السيادة المطلقة إذن هذه المسألة أيضا نسبية لكن حدود أعلى من السيادة واجب القرار هو السيادة المسألة النسبية القرار الأساسي لازم يكون في بغداد ما قد بالمئة اليوم من السيادة العراقية إذا نحجي على ما أقدر أقول نسبة لكن إذا أقارنا مع من 90 إلى 2003 أنا أشوف الاقتصاد العراقي إلى حد كبير إلى حد كبير بيد العراقي يعني بيد السيادة العراقي قرار العراقي أشوف المجتمع العراقي إلى حد كبير بيد الأمن العراقي إلى حد كبير بيد الجغرافيا العراقية إلى حد كبير بيد كانت الجغرافيا مفقودة كان الاقتصاد مفقود النفط مبيد المال مبيد ذكرت لكن أكو اختراقات في السيادة أكو فرق بين الاختراقات في السيادة وعدم وجود السيادة أكو اختراقات الآن في السيادة لكن إذا قارن بعد من 2017 2017 قصدي بعد الخلاص من الدولة داعشية لأن داعش أيضا اختراق للسيادة قوى أجنبية زايدا بعض العراقيين سيطروا على ثلث الأراض العراقية إذن نحن في طور بناء السيادة تصعدي العراق طيب برأيك هل حققت السياسة الخارجية العراقية مكانا مخططا لها يعني هل هناك مشاكل ما زالت تواجه عمل وزارتكم في هذا المجال لا يوجد أي عمل بدون مشاكل لكن إذا تسمحي أنا أذكر بعض المبادئ بالنسبة السياسة الخارجية بس أتحدثت عن مفهوم السيادة كيفية عودة السيادة بخطوات إلى العراقيين والقرار أساسا أنا أتحدث عن القرار لأن لو كان القرار لو كان في السابق ويد العراقيين هو سيادة لك لأن جغرافيا أنت تقدر تصل إلى لكن إذا قرار لا يريد أنت فاقد السيادة السياسة الخارجية التي أنا من بعد التحليل أولا للخلاص من حالة الرد فعل لازم أنت تكون في حالة فعل ما ممكن السياسة الخارجية إنتما تكون المبادر في حالة مهين حاولنا أخذ المبادرات في مجموعة من الساحات إذن العراق تحول من تابع إلى قائد العراق تحول في مجالات مختلفة من تابع للمبادرات التي كانت تقام أو تفرس إلى هو يقود المبادر ما ممكن العراق بس يلعب دور الضحية صحيح أنه ضحايا يعني مجتمع العراق مجتمع ضحايا كل هذه العروب وكل القتال وكل هذه الحصار لكن العراق يجب يتحول إلى مو يتعامل مع النفس وبالنتيجة يعطي صورة نحن ضحايا إذا ضحية معناته أما تدور على العطف أو المساعدة من آخر أنت لازم تقوم تقوي نفسك من حالة الضحية إلى حالة الاعتماد على النفس العراق لازم يبادر على طول والعراق يتحول من عراق المشاكل إلى عراق الحلول إذن هل بدأ العراق بالمبادرة فعلا؟ طبعا بالمبادرات التي شفناها أولا مثل ما طرحت أنا وقلت الحلقة الأساسية للعلاقات بالنسبة إلنا هي حلقة الدول الجوار فبغداد اجتمام بغداد الأول كان انتصار للدبلوماسية العراقية انتصار للسياسة العراقية انتصار للحكومة العراقية انت تعرفين انه الدول ما كانوا يتواصلون ما كانوا يحكون الموثلي هذا الدول مسؤولي هذا الدول في طاولة في بغداد وحول الطاولة اجتمع هذه القوة كلها في بغداد المؤتمر الأول في بغداد الرؤساء أكو بعد سنين لأول مرة كانوا تواصل كانوا هناك جلس دول العلاقات الإيرانية والسعودية بدأت من بغداد علاقات بين دول أخرى بدأت من بغداد لكن أيضا لصالح ما بعد فبغداد من إصير وسيط لإيجاد الحل أولا انطلاقها كان من المصرح العراقية مثل ما قلت يعني احنا الأبعاد الأقليمية كانت موجودة في الساحل العراقية إذن لإدارة المشاكل والأزمة في الداخل كنا نحتاج إلى إدارة الأزمة في خارج الحدود وبالعكس فلهذا رحنا إلى هذا لكن أيضا الأمن مرتبط أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة المنطقة من أن تكون هذا العراق وبالعكس أيضا صحيح فإذن انتقلنا من حالة عراق كونها مشكلة إلى عراق صور جزء من الحال من حالة أنه نكون في حالة رتفعل إلى حالة فعل من حالة تابع إلى حالة مبادر هذه المسائل كلها تغيرت الآن فتشوف أنه علاقات العراقية مع دول الخليجية علاقات ممتازة علاقات العراقية مع إيران علاقة ممتازة لدينا مشاكل لكن نتفاحظ مع تركيا علاقات جيدة لدينا مشاكل لكن نتفاحظ معه حتى مع سوريا نحن الدولة الوحيدة في هذه المطقة كنا نقول أنه سوريا لازم تعود إلى الجامعة العربية نحن في كل اجتماع في الجامعة العربية كنت أنا أطرح أنه سوريا لازم تعود هسا الدول العربية بدون هسا بدون نحن ما قطعنا علاقاتنا بالنتيجة هم صلحتنا هم صلحت سوريا أنه كنا نقول هذا ليس صحيح القتال في سوريا لازم نساعد السوريين للتهدئة أمن سوريا تأثر علينا إذا لا استقرار تأثر علينا إذن في العلاقات الخارجية سرنا بخطوات مهمة والعراق رجع إلى هذا الدور الرياضي في الواقع طيب دائما ما ترفع الخارجية شعار عدم كون العراق في سياسة المحاور طيب ماذا تحتاج الخارجية قبل ذلك لتنفيذ كل ستراتيجيات مع الوزير بالنتيجة سياسة الخارجية يتعبر عن السياسة الداخلية يعني هناك المجتمعات المتفتحة ومجتمعات غير متفتحة دكتاتورية الخارجية تراح عن نفس دكتاتور ما ن marin السياس أو في مجتمعات حزب الواحد يعفر عن ايدولوجية الحزب الواحد في علاقات الخارجية لكن في المجتمعات المتفتحة تلازم تحسب حساب كل فئة كل حزب كل فئة في المجتمع الوضع الاقتصادي وضع الاقتصادي للعام الحكومي وضع القطاع الخاص كلها تأخذ بالنظر يعني في المجتمعات المتفتحة السياسة الخارجية إلى 890% تعبر عن السياسة الداخلية إذن تدرس السياسة الداخلية وتعبر كلما كان وضع داخلي جيد كلما سياسة خارجية تكون كلما كان وضع الأمني سيء كلما السياسة الخارجية تكون صحبة كلما الفساد كان موجود كلما يكون عندنا مشكلة في العمل لتقوية الاقتصاد العراقي من الخارج السياسة الخارجية بالنتيجة تريد تقوي الوضع الداخلي أمنيا تقوي الوضع الداخلي اقتصاديا تقوي وضع ثقافي في الداخل تقوي وضع تعليمي تقوي وضع النفطي بالنسبة لنا وضع زراعي هذا كلها سياسة خارجية تتشتغل بالخارج حتى تجيب حتى تقويها لكن إذا هنا فوضى لا سامح الله يتشون يعني وبعدين السياسة الخارجية يتعدك برودكت عندك انتاج انتاج داخلي انتاج فكري يعني عندك القوة الناعمة القوة الناعمة ليس فقط التاريخ والحضارة لكن القوة الناعمة أيضا وضعك الاقتصادي القوة الناعمة وضعك الأمني القوة الناعمة وضعك الثقافي وضعك الفكري كل ما هذا يتطور كل ما تتتقوي في الخارج إذا سياسة خارجية بالنتيجة لا علاقة بالمجتمع وإيضا بالقطاعات أنا من أروح أتفاحث وليس فقط أتفاحث عن وضع السياسي أتفاحث عن النقل طائراتنا طائرات النقل شون مشاكلنا شون نحل إذا نقل نزيل نتفاحث عن السكك الحديدية شون نبني شون نتفاحث عن النفط نصفة شون شراء النفط سوق النفط أحسن أنا قلقي مثلا في مسألة النفط يعني سوق نفطنا أساسا في الصين والهند صحيح نعم لكن بدأ النفطة الروسية ينافسنا في السوق النفطة الروسية رخيص رخيص هم الصينيين يشتروا هم الأنود صحيح نوعية النفط يأثر لكن بالنتجة نحن لازم نفكر بأسواق أخرى لأن أفرض أن هذه الحالة استمرت حالة الحرب روسيا و أوكرانيا والنفط الروسي توصل إلى النفط الإيراني أيضا ممنوع بالعالم النفط الإيراني تباع إلى صين و إلى الهند يعني السوقين الأساسيين اللي عندنا الهند وهي السوقين كبيرين إذا هذا السوق شوية شوية نحن نتيجة أنه النفط الإيراني والنفط الروسي رخيصة تنافسنا نحن معنات صعوبة في هذا السوق إذن سياسة الخارجية أنا أريد وزارة النفط ويشتغل حتى نلقي أسواق أخرى في أوروبا للسوق النفط إذن السياسة الخارجية أيضا عندها القطاعات وزارات الأخرى كل ما تتحسن وضعهم كل ما نحن في الخارجية نتحسن في الخارجية ليس مسألة أنهم نحكي حول السياسة في الواقع نحكي حول الاقتصاد أكثر من السياسة نعم إذن نكمل هذا الحوار مع عليك بعد فاصل قصير مشاهدينا أترككم مع فاصل قصير ونتابع هذا الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدينا وبالعودة إلى حوارنا مع معالي وزير الخارجية سيد فؤاد حسين كنا نتحدث عن النفط وقلقك قلقك حول أسعار النفط وأسواق النفط العالمية إذن كنت في زيارة إلى الولايات المتحدة شباط الماضي تحديدا ناقشت مع المسؤولين الأمريكيين هناك بعض الأوضاع الاقتصادية استثمار الغاز الطاقة وما إلى ذلك إذا ما تحدثنا عن هذه الاجتماعات واللقاءات وغيرها من الاجتماعات واللقاءات التي تحمل جنبة اقتصادية ما هي المخرجات؟ الزيارة إلى واشنطن كان أيضا إلى علاقة بمسألة العملة الدولار ودينار العراقي ومسألة سعر الصرف بالنسبة لمسألة الطاقة كان محور أساسي في اللقاءات في واشنطن نعم نحن لدينا مشكلة مع الغاز المصاحب صار لنا محتمى سبعين سنة ثمانين سنة نحرق نحرق الغاز حرق الغاز معناها حرق المال وحرق الغاز معناها التعدي على الطبيعة إذن نحتاج إلى استثمار في الغاز المصاحب ولكن أيضا نحتاج إلى استثمار في الحقول الغازية الطبيعية فجزء من النقاش كان حول هذه المسألة ونحن معروف نشتري الغاز من أجل الطاقة الكاربائية من إيران يعني الغاز زائدا الطاقة الكاربائية التي نشتريه من إيران 1200 ميجاوات زائد الغاز لثلاث محطات كاربائية تكلفنا تقريبا أربع مليار دولار سنويا بينما نحن دولة غازية الغريبة نحن دولة غازية ونستعمل الغاز إذن بدأنا بالنقاش حول الغاز والاستثمار بالغاز وتم التوقيع مع بعض الشركات للاستثمار في الغاز المصاحب وأيضا في الحقول الغازية العراق سوف تكون دولة غازية في المستقبل القريب أنا أتصور إذا هذه الشركات تبدأ العمل وأعتقد بعضها بدأت ستكون خلال سنوات دولة غازية أيضا بالإضافة إلى دولة نفطية إذن الغاز من ناحية التحديات الطبيعية سنستفاد منها بدلا من أن تكون تعدية على الصحة أيضا لأنه يخلق أمراض والغاز سيود على العراق والمال طيب دائما ما تشير وتؤكد على الجانب الاقتصادي جنابك السيد فؤاد حسين ما مصدر قواتكم الناعمة داخل وزارة الخارجية لترتيب الملفات الاقتصادية الخارجية طبعا القوة الناعمة إحدى المسائل أنا ذكرت عناصر القوة الناعمة التي نستفاد منها التي تملكها وزارة الخارجية الأمن الوضع المجتمعي الثقافة كل هذه لكن النفط والاقتصاد قوة الاقتصاد أيضا قوة ناعمة وكل ما تقدمنا في البنى التحتية للنفط والغاز كل ما يكون عندنا قوة أكبر خاصة الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية والوضع في أوروبا من ناحية الغاز وقطع الغاز الروسي وقطع النفط الروسي أيضا حي أوروبا في حالة أخرى إذن أوروبا تحتاج إلى غاز مصادر أخرى للغاز ومصادر للنفط طبعا هم أوروبين بدأوا أيضا الطاقة البديلة يفكرون للطاقة البديلة لكن في الفترات القادمة السنوات القادمة يحتاجون إلى غاز ونفط إذن عراق إذا وصلت أيضا إلى مرحلة أن تكون دولة غازية عراق ستستعمل هذه القوة الناعمة لتقوية وضع العراق في الخارج جيد جدا معاليك خلي أفتح مع حضرتك ملف مهم العراق وسيط ما بين إيران والسعودي أدخل بالعمق كنة أدخل بالعمق هو أنا بالكنة بالماضي أدخل بالعمق شوي أنت محاكي وطرف مهم بهذا الملف من صاحب ما أقول الفضل قل لي أقول صاحب الإنجاز الأكبر ومن بدأ بهذا الملف سيد مصطفى الكاظمي دولة رئيس محمد شاع السوداني هناك من يقول سيد عادل عبد المهدي بدأ بهذا الملف من بكين ما حقيقة تاثر لا لا سيد عادل مو من بكين صحيح صحيح كنا في بكين مع سيد عادل عبد المهدي و وصل إتصال معين من شخص مهم وبعد الاتصال ذهب إلى السعودية يعني هذا شيء تراكمي هذا الإنجاز شيء تراكمي في الواقع الحكومات عديدة بدأت بي والمسيرة استمرت و أنجزت في هذه الحكومة شيء تراكمي أشخاص مختلفين وأجهزة مختلفة وحكومات مختلفة كان إلى دور بهذا الإنجاز وبالنتيجة التوقيع كان في برلين وليس في بغدال مع الأسف لكن ندعم أي تواصل بين الجانب كنا ندعم وكنا نريد هذا الهدف أنه تواصل بين الطرفين بين السعودي و هذه من المقاومات نجاح الخارجي العراقية والدبلوماسي العراقية أن أفضي إلى هذا التقارب و عودة العلاقات بين الرياضة و طهران عراقيا خمس جولات معالي الوزير خمس جولات مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة 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 طيب لماذا لم يكن الإعلان من بغداد هذا سؤال مهم طبعا هذا السؤال جوابه ليس في بغداد جوابه في الرياض أو لا أقدر أطير رأيه أنا أعرف لماذا لكن المهم بالنسبة لأن كعراقيين و كمبادرين لهذه المسيرة نحن أعلننا عن موقفنا وسعادتنا بوصول الاتفاق كرسميا و أيضا كشخصيا نتواصل معهم و هننا نطرفين بهذا الانجاز بما ينعكس ذلك على أمن واستقرار المنطقة و عودة العلاقات بثبوت الدور العراقي الرياضي الذي هو بالمرتبة الأولى معاني الوزير دعني أنتقل إلى من أفأخر يقابل هذا الموضوع هل هناك حملة أو محاولات لتشويح الدبلوماسية العراقية ترىها كوزير بين الحين و الآخر نرى تصرفات من سفيرة من قائم بأعمال من قنص إرادة لتشويح ذلك أم أنها أمور فردية لا يوجد بعض الوقاع لكن هذا الواقع كل شيء كل مسألة كل مشكلة يجب أن تتعامل معه بحجمه و بظروفه و مكانه هم زمانه هم مكانه لكن أنه مشكلة معينة يحدث مع سفير أو بعثه نحن كنا بالنهاية بشر هذا ليس معناة المؤسسة ليس معناة المؤسسة هناك تشويح حول مختلف المؤسسات العراقية و الخارجية بعض مرات أكو أشخاص أو فئات يعني قاعدين أنه يرمون أسهمهم باتجاه الخارجية نحن نستفاد من هذه الأشياء إذا انتقاد النقد ما عندنا معنى أنه شخص بعثه في صفير في بعثه معينة يسوي خطأ و هو كي يستفاد منها و نعاجه نعاجه و معالجات مستمرة لكن الخارجية أيضا صارت بها صدمة الخارجية مثل بقية الوزراء حسنا أنا أحكيت عن القصات الانفراسطركش البناء التحتية الدمر هي خارجية خارجية كانت مدمرة من 1991 تماما ماكو علاقة بين العراق و الدول أخرى السفارات البعثة كلها تكان خالية المنايات التي تابعة للعراق في الخارج كانت مهجورة و في حالة اندثار ل 15 سنة تقريبا و في أثناء الحرب العراقية الإيرانية الاقتصاد صار اقتصاد حرب و الخارجية كانت اقتصاد حرب التعبئة للحرب إذن الخارجية ضمن الدولة العراقية لعشرين سنة أكثر من عشرين ثلاثين سنة كان في أزمة فالخارجية بدأت تهس والعراق كان في حالة أمنية إلى 2017 في الواقع العراق خرج من الحرب لأول مرة بعد خمسين سنة من القتال الداخلي والحروب في 2017 فإنت الوضع الأمني 2017 طبعا الخارجية عندك هذه المشاكل لكن الكوادر بدأوا يتعلمون ليس معنى الكوادر السابقة أنا مرات أسمعها حتى على شاشتكم أنه الكوادر حالي إذا أنا أشرح الكوادر السابقة كيف كانوا وأنا كنت في الخارج كيف كانوا كوادر كوادر طلقات كل سفارة كانت بها مخابرات كل سفارة سجن وكل سفارة بها مخزن الأسلحة كل سفارة هذا كان حال هذا الدبلوماسية لكن النفط كان يلعب دور العلاقات الدولية كانت أزمة بين الشرق والغرب وإلا ما كان الدبلوماسية الإعراقية حفظ الألقاب وحفظ بعض الدبلوماسيين اللعبوا دور في كل مرحلة لا أكو هذا لكن بالنسبة العراق في الواقع الدبلوماسية العراقية كانت غائبة عن الساحة لعقدين على الأقل من الزمن عقدين من الزمن غائبة أنت تبني دبلوماسية بعد 2003 تبني دبلوماسية والدولة محتلة تبني الحرب الطائفية كانت موجودة تبني دبلوماسية دواعش احتلوا ثلث العراق لهذا أقول أنه الوضع الأمني والإتصادي وكلها بدأت بعد 2019 نتحدث عن الدبلوماسية الجوازات الدبلوماسية تحديدا العراقية بدأت تمنح لمن هب ودب ألا يوجد هناك ضوابط لآلية إصدار هذه الجوازات وأنتم في وزارة الخارجية ما هي إجراءاتكم أنا أولا أشكر على طرح هذا السؤال أولا جوازات لا تمنح لمن هب ودب أعرف بعض الأشخاص طرحوا هذه المسئلة ومستعدين نروح للمحكمة حتى نشوف هناك أقاويل عن منح جوازات بمسير فشل أولا عدد الجوازات ما كان صحيح دزينا لهم هذا العدد ثانيا الجوازات نحن كل عضو بلمان لازم نطيجواز هذا واقع و كل عضو بلمان سابقا كنن نطيجواز إنت أحسب الأعداد يعني إذا نحسب الأعداد عندهم حق درجة وزير ويوصل إلى زوجات يوصل إلى كل وزير لازم يكون عند الجواز كل وزير متقاعد لازم يكون عند الجواز ما شاء الله حالة ديمقراطية الحكومات تتغير وصلنا إلى الحكومة السادسة والسابعة تمام كل هذه الوزراء عندهم جوازات كل وكلها عندهم جوازات جوازات خدمة وجوازات كل قادة السياسيين لازم نطيجهم جوازات كل أعظام مكتب السياسي لازم نطيج جوازات أنا أتحدث عن الواقع هذا واقع العراقي الجوازات الدبلوماسية مرات السبب إلى علاقة بضعف الجواز العادي وجواز العادي ضعيف نتيجة الوضع الأمني الوضع الاقتصادي أنا أتحدث أقول العراق صارت في حالة عامنا في 2017 يعني أكثر أمانا يقبل هذا معها إذن الشيء الآخر الذي خلق مشكلة ولا زال يخلق مشكلة طالبي اللجوء العراقيين يغادرون وعراق صار دولة مصدرة مصدرة للهجر الآن عندنا 36 ألف عراقي في ألمانيا يعني بصورة غير قانونية الألماني يريدون أن يراجعون جايين وباقينا هناك ما يقبلهم كل هاجئين طيب إذن عندنا مشكلة مشكلة على العلاقة الجواز مثل العملة يحتاج إلى رصيد يحتاج إلى احتياطي الاحتياطي للجواز هو الوضع الأمني احتياطي للجواز هو الوضع الاقتصادي احتياطي للجواز هو أنه مطروح تأخذ لجوء لهذا جواز الإماراتي قوي جواز العادي يعني إذا واحد ياباني كيف يأخذ جواز دبلوماس لا يأخذ لأنه بالجواز العادي يقدر يوصل لجواز لكن جواز العراقي لا يطوفيزا لأنه يأخذ لجوء نحن عندنا مشكلة لجوء مشكلة الهجرة آلاف من العراقين مهاجرين ويهاجرون الدول لا تقبل السياسة الهجرة تغيرت الآن مشكلة الأساسية وعروبا وكانت فيه بروكسل النقاش أكثر وقت كان حوله الهجرة كيف معالجة الهجرة الهجرة العراقين البعثات الدبلوماسية في الداخل العراقي سفراء الأجانب في الداخل العراقي أحيانا نرى تنقل وتحرك وحديث عن شئ سياسي داخلي لا بل وصل الأمر الجلوس على طاولة الطعام أو وليمة الطعام وإلى آخره من هذه اللقاءات أسأل وزير خارجية ومغتص بالشأن الدبلوماسي هذا يعتبر يعني واجبات سفير لهذا خروج عن العرف الدبلوماسي أصلا لا يعتمد على المجتمع في بعض المجتمعات الغربية تقعد ويأكل القادة السياسية وما يقول له لك لماذا تقعد تذهب للبالوان تذهب للكونغرس مثلا في أمريكا تذهب على أعلام تذهب لمراكز الفكر تذهب إلى شخص تاجر يعتمد على المجتمع المجتمع الأمني لا يسمع المجتمع الغير أمني يسمع لكن هذا فرق بين التواصل والتدخل نحن مرات نخلط بين التواصل والتدخل هو أكو تدخل إذا التدخل ما هو مفهوم التدخل إذا هو إحنا هم طبعا الباب مفتوح يمنا والضيف الغريب أكثر ترحيبا هذا هم طبعا فماكو خوف للإتصال قديما كان خوف إنت تتسلم على أجنبي إنت تجاسوس تحكم هسا هذا الخوف ما بقى شنو الإجراءات التي تتأخذها لكن أنه التواصل دبلوماسي مع المجتمع هذا الشيء عادي لكن إحنا نتواصل مع الدبلوماسيين ونقول لهم يا بأيتو إذا تنقلون من مكان إلى مكان لازم نعربي معنا الوزير سؤال أخير لك تعليق به مؤخرا ألا وهو إسرائيل تختلف الروايات بهذا الخصوص هناك من يقول العراق مطبع خلف الكواليس هناك من يقول العراق شبه مطبع هناك من يقول التطبيع مسألة وقت هناك من يقول جهات تدفع تجاه التطبيع هناك من يقول الجهات الرافضة للتطبيع تريد أن تطبع وتختلف الروايات أين الرواية الحقيقية؟ الرواية الحقيقة عندنا قانون يمنع التطبيع ونحن كمسؤولين عراقيين ملتازين بالقانون فهذا القانون القانون عادة من بالامان هو بالامان يمنع التطبيع فهذا واضح موقفنا موقفنا من التطبيع إلى علاقة بالقانون ما لأعلاقة واحد يريد تطبيعه ما يريد هذا شيء آخر دولة عراقية عدة قانون ملتزم قانونها كلها كل أفراد الحكومة وكل الدولة العراقية ملتزم القانون هذا الشيء هلنبق آراء مختلفة هذا الكاتب يتحكي هذا غير شيء لكن ما طول عدة قانون ما ممكن ما يكون الذهاب اتجاه التطبيع ما كو هذه الحالة حالات التطبيع موجودة في كل الدول العربية ما بقى دولة عربية ما اعتقد بقى دولة عربية لما عدة تطبيعها او معلني او سري لكن في العراق ما كو هذه الحالة ما كو اذا انت القانون ملتزم القانون ملتزم بقانونها كده انت تتحدث مع الشخص رسمي لكن اذا تتحدث مع كاتب اخر هذا غير شيء ما يعبر عن الدولة التعبير عن الدولة احنا نعبر عن قانون الدولة قانون الدولة يمنع اذا معالي وزير الخارجية سيد فؤاد حسين كنت معنا ضيفا كريما شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقة اليوم من برنامج بالثلاثة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة